احنا المرة اللي فاتت لما تكلمنا عن ادوات التجزئة قلنا ان هي عبارة عن دو للمذكر دولا للمؤنس دولا بوستغوف لأي مفرد سواء مذكر او مؤنس بس بدأ بفويل بحرف متحرك وديل الجامل تمام تمام يميس وقلنا في النفي لما يجيب لي جملة فيها اداة تجزئة وانا عايزة ابدأ انفيها استحالة اداة التجزئة تنزلي مع النفي يعني ايه الكلام ده يعني انا لو قلتلك جبغا دو كافي انا بتناول القهوة طب انا عايزة انفيها هتبقى جنبغا انا الاول نفيت الفيرب عادي بالنوبة والدو دي هنعمل فيها ايه هي دي بقى اللي فيها الشغل وكله اللي بتبين لي مين مصحصة بنحولها الى دو يميس بالشكل ده وكمل كلمة كافي هرجع اسألك انت جبتلي الدو دي منين علشان يا ميس اه اه ماينفعشي الدو دي هتقول لي اصلاها كان دو طب ليه غيرتها عشان الني والبا لان الادوات دول اعداء النفي الادوات القدامنا دول اعداء النفي طيب واهم نقطة انا عارفة ان انتو حافزين دول كويس عارفين هتستخدموا امتى دو وامتى دولا وامتى دولا بصغف وامتى دي وعارفة ان انتو صحصحتوا ما شاء الله كويس جدا لتكت ان انت بتحول لي ادوات التجزئة دي سواء مفرد ولا جمع ولا مذكر ولا مؤنس ولا بدأ بفويل ولا اي حاجة بنحولهم الى دو او دو أباستروف امتى هستخدم دو لما يكون جاي بعدها حروف ساكنة طب امتى دو أباستروف لما يكون جاي بعدها حروف متحرك تمام تمام طيب الاهم من ان انت تكون حافز ادوات التجزئة تعرف امتى تستخدمها عارف يا ميس بعد الافعال تدل على الاكل والشرب لما يكون حاكل او حشرب او حتناول او اريد وانا بطلب طلب كده خاص بالاكل والشرب فلواغ ونفسي لما اجي اكتب فلواغ اروح كتبالك لان دي الصيغة اللي انت هتشوفها فط غي على طول زي ما احمد سمعها الي النهاردة واخر فرب اللي هو اشيتيه لو انت هتشتري اكل وشرب تمام تمام طيب افرد انا بقى دلوقتي بقى عايزة ايه بقى عايزة اتكلم كده عن الاكل والشرب بس ايه بقى بس مش هاكل وشرب ايه يا ميس هاكل اتكلم عن الاكل والشرب من غير ما ياكل وشرب بقى طبع ازاي لما تيجي انت تقولي بس اني انا بحب القهوة او فرب يحب ماشي انت بتحب القهوة بس طيب لو انت بتفضل لو انت بتفضل الفواكه او بتفضل الشاي يبقى انت بتفضل بس يعني ايه ميس بتفضل بس هفاهمك طيب انا راضي اضمركم بقى احنا لما نستخدم الافعال دي هنكون قاعدين فعلا فعلا بناكل ونشرب لا يمس ده بس انت بتقولي انت بتحب ايه وبتقولي بتفضل ايه مجرد كلام كده وبتقولي بتعشق ايه وبتقولي بتكرع ايه فوق هنا هنا الافعال الدل على الاكل والشرب دي انا عزماكو واحنا قاعدين على الصفرة هنأكل هنشرب هنتناول هنطلب طلب العيال ما اخدوش بالهم الحمد لله بيقافوا لي على الحر ماشي يريد احنا في مطعم ونريد اي حاجة نطلبها من الجرسون هنشتري تمام كده تمام يبقى احنا هنا فعلا هنبدأ عايزين ادوات عشان نبدأ ناكل ونقسم ونقطع الاكل والشرب بتاعنا تمام يا ميس انا فاهم ده لكن تحت هنا لو انا بكلمك على الزوم بس ومشي عزماك على الاكل ولا حاجة وبندردش مع بعض ها هيا محمود انت بتحب ايه هيا محمد انت بتفضل ايه هيا سلمة انت بتعشقي ايه بتكره ايه تمام كده يبقى في الحالة التانية دي لا احنا هنا مش هنحتاج ادوات تجزئة طب اما لا حط ايه قدام الاكل والشرب هنحط ادوات معرفة بصوا بقى الافعال اللي قدامنا دي انا بعشقها كده بحبها جدا 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 بجد اسهل اربع افعال في الفرنسي هيقبلوك ليه بيجي بعدهم الكلمات الطبيعية خالص ولا ادوات ولا حروف جر ولا معرفش هذه خالص بيجي بعدهم الكلمة معرفة لو للمذكر لا للمؤنس الا بستغف للمفرد المذكر او المؤنس اللي بدأ بفويل وليه لجم تمام كده يا ولاد طيب خلينا ناخد اكزامبل بالعربي وحاكد لك ان الافعال دي سهلة لان هي حتى اتفقت في المعنى بتاعها مع العربي بالزبط لما اقول لك كده انا احب او هجيب لك اكزامبل على فيربي وحب ايمي انا احب القهوة بص كده انا كتبت القهوة ازاي او ده المس حطت الف ولام فعلا انا عايزة كده الالف ولام دي في موضوع تمام طيب لو انا بفضل وحقول لك كده مثلا انا افضل اللبن ماشي يبقى انا هنا عملت ايه انا حطت برضو الف ولام قدام كلمة اللبن تمام كده يا ولاد تمام يا ميس طيب لو انا بعشق حاجة قلت لك مثلا انا يعني اللي احنا هنعمله بالعربي هنعمله بالفرنسيه بالضبط انا اعشق العصير حطت برضو ايه الف ولام طيب انا اقرأ مثلا انا اقرأ الشاي يبقى انا شغلة ايه بعد يحب ويعشق ويقرأ ويفضل شغلة الف ولام الف ولام نفس الفكرة في الفرنسيه بنحط الف ولام اللي هم ادوات الايه المعرفة طيب عايزين ناخد اللي بزومبل ده بالعربي بالفرنش حاضر لو قلت لك انا احب القهوة هتبقى جيم والفرب ده عشان بدأ بحرف في ويل الجوت امصد بقيت جاب وسطغف على طول جيم ايه بقى اكتب لو كافي ولا دو كافي لو كافي يا ميس لو لو متأكدين او متأكدين ليه لان الافعال دي بيجي بعدها ادوات معرفة طيب انا افضل اللبن حاضر هتبقى جو بغفاغ طبعا دي افعل مجموعة اولى بتشيل الاو اغ وتحط او مع الضمير جو مثلا جو بغفاغ لو ليه اللبن كلمة مذكر طيب احط دو ليه هو انت قاعد بتشربه يعني انت بتقول لانا بفضله بس انت قاعد بتشربه لا مش قاعد باشرب يبقى تحط كباية ليه تحط دو ودولة والحاجات دي ليه انت تحط على طول الاف و ليه انا بفضل طيب فرب مثلا ادوغي يعشق لو انا بعشق العصير وعايز ادي عليك زومب الحاضر هتبقى جو يبقى لما اجا اقول هنا كده انا اعشق العصير هتبقى جو دو والفرب ده برضو بدأ بحرف بويل فالجو تتحول لجو بوصل على طول جو دو اللج الله يعني ما نحطش دو لا ما خلاص ما احنا عارفنا بقى فرب امي ادوري بغفغي دو تستي بياخدوا بعض يوم لا لا الابوسطو غفلي طيب عايزين ناخد حاجة كده على على مسلا حاجة بدأ بفويل حاضر لو قلتلك جو دو تست جو دو تست لزو انا بقرح البيض مسلا تمام كده عملت ايه حطينا برضو ادات معرفة للجمع عشان خاطر الفرب ده ميله عشان الفرب ده ميسي بياخد ادوات معرفة تمام طيب لو انا دلوقتي عايزة اقديك زومب اللي يوسف سألني عليه هو مش عندكو بس انا هقوله لك ده ستا في سنة تالتة اهديدي كمان يا لما يقولي انا احب ان اشرب جم جم اهو بواغ وخلي بالكم خلي بالكم من حاجة بواغ هيجي مصدر ليه لان الفرب اللي قابله تصرر طيب وانا بتكلم عن القهوة انا بحب اشرب القهوة يا ترى بقى يا ميس احط له عشان ده ولا حط ديه عشان ده لا يا كابتن هتحط ديه عشان هو الفرب ده اللي اقرب للكلمة الاداة دي هتكون قريبة من مين من ايه ولا بواغ لا قريبة من بواغ يبقى تحط الاداة اللي تمشي مع بواغ وهي هتكون اداة تجزئة تمام كده تاني هو الاجزامبل ده مش عندنا بس انا بفاهمك فعلا الفربين دول جايين في جملة والفرب ده بياخد نوع ادوات والفرب التاني بياخد نوع ادوات تانية طب ايه بقى اختار لي مين هتختار لي اللي اقرب للفرب مين الاقرب لك هنا اللي هنحط فيه المكان بواغ يا ميس يبقى هو اللي حيمشي كلامه ونحط له الاداة المزبوطة لإيه لكلمة اللي جايه وراه تمام طيب طب لحظة بقى كده يا ميس حضرتك لما بدأت الحصة وقلت لنا قلت لنا قلت لنا رحت فين قلت لنا كده ان ادوات التجزئة اعداء النفي صح يعني حضرتك قلت بنحولهم في النفي الى دو او دو ابوستول التركيز حيبلي بقى لما جاسأل في اللي انا بقوله ده النقطة اللي انا بقولها دي عشان حاسأل فيها قوي تمام هعرف مين كان مركز ومين مش مركز فعندي هنا بحولهم الى دو دو ابوستول دو الادوات التجزئة طيب اخبار ادوات المعرفة اي لا 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 لما قل لك الافعال دي سهلة اسمع كلامي بقول لك اي اغنية ادوات المعرفة يلا النشيد الوطني ادوات المعرفة سبتة اي واقلوها نفي واسبات هو ده يعني يامي يعني ادوات المعرفة دي مش هتتغير بين النفي والاسبات يعني انا لو جيت على اول جملة وهنا بقول لك جيم لكا في وعايزة انفيها انا ما بحبش القهوة هتبقى ايه ده ياميس ما غيرتش الاداة لا ما بتتغيرش ليه علشان ادوات المعرفة سبتة نفي واسبات لما كانت لو هتنزل لو لو حتى مؤنس لا تنزل لا لو الا بوستغوف تنزل زي ما هي ولو ليل الجمعة تنزل زي ما هي يعني هنا لو قلتلك يعني مش هتغير اللي لا ما بتتغيرش ليه بقى اللي فتح المايك يقفلو يا ولاد ليه علشان خاطر انا عندي ادوات المعرفة سبتة نفي واسبات ادوات المعرفة ما بتتغيرش ودي بقى الاسئلة قد كده عليها يجيب لك جمع المنفية فيها ادوات تجزئة فلازم تغير ويجيب لك جمع المنفية فيها ادوات معرفة فما تغيرش تمام كده يا ولاد هنا يا ولاد الكلمة دي زي ما يوسف كده بسألني بقول لي ايه وقال لي يا ميس الكلمة دي بدأ بفويل ايوة صاح بدأ بفويل طب نحط له اللي هي مفرد هي مفرد لا جمع طب يعني يا ميس معلش برضو فاهميني كده هو لو جمع وبدأ بفويل عادي جمع عملوش دعوة خالص بالكلمة بدأ بفويل ولا بكون صنع بدأ بساكن بتاخد لي بدأ بمتحرك بتاخد لي سواء في ادوات المعرفة او في ادوات التجزئة اللي هي دي دي او اس او في ادوات النكر اللي هي برضو دي او اس اتفقنا الجمع ملوش دعوة يا ولاد بنوع الكلمة خالص ملوش دعوة بشكل الكلمة خالص المهم ان هي جمع اديها ليه على طول يا دكتور طب هي جمع في ادوات التجزئة على طول اديها دي يعني لو جيت قلتلك مثلا ايه ده يعني يا ميس ما نحطش ده ابوستروف لا مش هنحط ده ابوستروف ليه لانه يا جامع انت تحط ده ابوستروف وتبدأ تستخدم الابوستروف سواء اداة المعرفة الا ابوستروف او اواد ادوات التجزئة ده الا ابوستروف لما تكون مفرد او صح صح له لكن الجامع لا ده الجامع ده من اسفل الحاجات اللي في الفرنسية جامع مذكر جامع مؤنس جامع بدأ بساكن جامع بدأ بمتحرك هادي خالص فيش اي مشكلة خالص هو بياخد نفس الاداة تمام كده حلوين يلا احنا كده خلصنا اقول لكم اختيبوكم ايه او غفوغ شاو شاو او غفوغ او غفوغ شاو 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 شاو